مصرف لبنان يتجه إلى أعلان التوقف كلياً عن تمويل الدولة ابتداء من الاثنين بحسب معلومات الام تيفي وقعة من شأنها تضييق الخيارات بالنسبة إلى المرحلة المقبلة علماً أن مصادر مصرفية تؤكد أنها لن تؤثر على سعر الصرف فالغطاء القانوني لتمويل حاجات الحكومة غير متوافر بعد لنواب الحاكم ميقاطي يرفض طلب الاقتراض من الاحتياطي بمشروع قانون وبر ليقبل بتحميل مجلس النواب هذا الوزر على اعتبار أن الحكومة هي الجهة المقتردة والطلب يصدر منها مع تعهد برد المبلغ يعني ذلك عملياً أن لا أموال لتغطية الرواتب والدواء وحاجات الجيش والديبلوماسيين مع انتهاء الشهر الجاري من هنا ترددت معلومات صحفية عن تكليف ميقاطي الوزير يوسف الخليل اعداد مشروع القانون للاقتراض من مصرف لبنان سرعان ما نفتها بحزم أوساط السراي موضحة أن رئيس الحكومة كلف وزير المالية إجراء الاتصالات المناسبة لتسهيل مهمة نواب الحاكم وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت بانتظار جواب الخليل في الجلسة المقبلة المتوقعة الاثنين لا مصر فيه مناقرة في المشروع قانون استقراض لا أكيد لا يعني كتير طبيعي وبالعالم كله وزارة المالية وبنك المركزة يتقارب ويحكوا مع بعض وينيقش وأشياء ما يعني أنا بأمره يعمل ولا هو بأمرني أعمل عندكم معلومات عن توجه عند مصر في لبنان لو وقف تمويل الدولة نهائيا يقال ابتداء من اليوم أو ابتداء من التنين هذه أشياء ما ناقشها أنا ما فيش شيء بعدين حالة بنك مركزة يقترض ويسلش حالة بنك مركزة يدخل سيولي أو يسحب سيولي هلأ هن مهمين أربع أشخاص مهمين كتير عندهم أفكار أنا بدي أعد معهم أسمع وزير المالية أكد العمل على إيجاد حل للرواتب وحاجات الحكومة قبل نهاية الشهر في حين سلم الخليل مقاطي تقارير شركتي أوليفر وايمان وكي بي أم جي بشأن التحقيق المالي والمحاسبي في حزابات مصرف لبنان وقد وزعت نسخ على الوزراء هذا في وقت رد وزير المال على طلب القاضية غاد عون بالحصول على نسخة من تقرير التطقيق الجنائي قائلاً يعاد الملف لمخالفته الأصول التخاطب التي تفرد حصوله بواسطة السيد وزير العدل